أنا أسفى يا علاء، أخطتش حب الوضع بانكو يعني يوصل للدرجات دي ولأنك تمدي إيدك عليه لا بصراحة الأكل كان جميل، تسلم إيدك بجد يا حبيبتي آه والله، الأكل تحفى بصراحة بس بقى يا علاء، بس بقى يا حبيب ما نفعش رأت خبطت كده وخوك موجود، خلاص بقى خبطتك؟ خبطتك إيه يا سارة؟ مش أنت عملت نغيسني كده من تحت وتحط إيدك على رجلي خلاص بقى عشان أخوك موجود ما يصحش سارة، أنا مجيتش جنبك ولا حطيت إيدك على رجلك أصلا إيه ده؟ إنت؟ أنت لكت بتحط إيدك على رجلي؟ اخصى عليك يا ليل الأدب يا زبال، هو ينفع، هو أخوك موجود إيه ده؟ أنت بتمدي إيدك وتحطها على رجلي مراتي؟ آه يا كلب استنى يا أخوي، والله العظيم ما حصل، أنت بتضربني، تضربني بالألم والله ما مدت إيدي، ولا جيت جنبها أصلا وفاكر إن أصدقك، آه يا ليل الأدب، وأنا اللي جايبك تقعد معايا وخليك تأكل وتشرب وخليها تغسل لك دومك بقولك يا أخوي، والله ما حصل، ما عملتش حاجة، أنا كنت قاعدة عادي والله اخصى عليك يا أخي، اخصى، وأنا اللي معتبرك أخي لي، وبعملك زي أخوي بالزبط تعمل كده، ده أنا ماينفعش نكتعمل معايا كده أصلا أنا محرمة عليك، إزاي تفكر في كده، وأخوك كمان موجود يا علاء اسمعني، والله العظيم ما عملت حاجة، مراتك بتتبل علي، والله ما عملت حاجة امشي اطلع بره البيت، امشي، امشي غرفة الستين دهية، ومعاتش لك مكان عندي هنا في البيت يلا، يلا بالسلامة يا علاء اسمعني، والله ما جيت ديانبهة مش عايز أشوف وشك، مش عايز أشوف وشك تاني، يلا غرفة الستين دهية أنا أسفى يا علاء، فقط الحب الوضع بانكو يعني يوصل للدرجاتي، ولأنك تمدي إيدك عليه ده بني قدم يستهل ضرب الجزم، مش إن ندله بالقلم وبس، إزاي، إزاي يفكر فيك، وانت مرات أخوه، ومحرامة عليه، إزاي يعني، عقله جيب له كده والله ما عارف يا حبيبي إزاي يفكر في كده، مع إن دايما بعمله كويس، الأساس إن هو أخوك يعني، وعمل له حكته، وحض له ياكل، وعمل له كل طاباته، وبرضه ما فيش فايدة في إلة أدبه دي أنا أسف، أنا أسف جداً للي هو عمله معاك، ومش عارف أقولك إيه، ومش عارف إزاي يفكر في حاجة زي كده خلاص يا حبيبي، المهم ما عندي بس إن انت ما تتضايقش، ولا يحصل لك حاجة أنا، أنا مش عارف، مش عارف، مش عارف أفكر، مش عارف أتخيل إزاي يفكر في حاجة زي كده، أنا نازل، نازل راح الشركة طب خلي بالك من نفسك يا حبيبي، عشان خطري أحسن، قال لازم يمشي من البيت، وقريب قوي، أخليه مشي من الشركة برضو، ومش شقة اللي هو قاعد فيها هناك، ما هي بإسم جوزي برضو، ولا فكر نفسه بقى هيبرطع في حاجة جوزي هقل جاي يستلف من أخوه مبلغ كبير، قال عشان يتجوز، فالوقاوي دي هو يجوزه بفلوسه، ما يروح يشتغل ولا يتنال على عينه في مكان تاني كمان ويحوش ويجوز نفسه، لكن عايز ياخد من فلوس جوزي كان غيره أشطر، كان لازم أعمل فيه كده طبعا حاضر، حاضر اللي بتخبط، هو انت، انت اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا، انت ناسي ان الشقة دي شقة جوزي، وقريب خالص، هخليك تبها بإسمي، زي ما خلته كده يترضك من الشقة عندنا أنا عاوز أعرف، انت ليه بتعملي معايا كده، وعملت كده ليه؟ كنت مفكر نفسك، هتاخد كل حاجة من أخوك، عايز تستلف منه كل المبلغ ده عشان تتجوز، ده حقي، وحقي عيالي اللي لسه هيجو وده أخوي، وأنا بشتغل معاه في الشرك، وإيه المشكلة يعني ما أخد منه صلفة؟ لا يا سيدي طبعا مشكلة، مشكلة وكبيرة كمان، الحاجات دي كلها هتبقى بتاعتي أنا أنا ممشي يا خوك، وأخوك كده زي الخاتم في صباعي، وكل الحاجات دي اللي بفروط تبقى بإسمي أنا، عشان أنا اللي واقفة جنب أخوك وبساعده بسيادتك كده عايز تيجي كده عالجاهز، وتاخد منه كل الفلوس ديه؟ لا طبعا، وقريب قوي، أخليه تردك برضو من الشقة دي، ويكتبها لي بإسمه أنا وإنت جايلي دلوقتي بقى وعاوز إيه حضرتك؟ عاوزك تروح لوحدك كده لاخوك، وتقوله إن إنت هتسيب له الشركة والشقة وتمشي بقى تشوف لك مكان تاني تعيش فيه وتبعد عن حياتنا خالص، ما عدتش عايز أشوفك ولا أسمع صوتك ولا أشوف رقمك حتى على تليفون جوز ياه، للدرجاتة لم دايك قوي كده؟ آه، ومش طيقاك ومش بلعاك ولا طيق أوجودك في حياتي، إفايا بقى الفلوس اللي إنت خدتها من جوز، عايز تاخد إيه تاني؟ يعني إنت جايلي النهاردة عشان أسيب الشركة والشقة كمان لقاعد فيها، وياريت تسيب البلد كلها وتغور في ستين دهية، ومعادتش عايز أشوفها ماشي يا صارك، ماشي وانت عارف، زي ما خليت أخوك كده يطردك من الشقة عندنا؟ قريب قوي، أخليه ماشيك من الشركة، والشقة دي كمان بوريني نفسك يا صارك هوريك، وقريب قوي كمان شوف بقى يا ستة صارك، مين هيضحك عالتاني في الآخر، سجلتلك كل الحوار اللي إنت عملتين معايا ده، وهسمعه لأخوي، وقريب قوي المفكرة إنها تضحك علي، ده نضحك عليها وعلى عشرة زيها إيه ده، إنت جتش يا حبيبي؟ انت كنت فين يا هاني؟ مفيش، كنت باشتير شوية طلبات للبيت يعني ومخدتش معك ليس سواري، أنا سايبولك تحت مفيش، حبيت يعني ماشي رجلي يعني شوية، روحت اشتريت شوية حاجات كده من جنبنا وجيت على طول إنت يا حبيبي اللي عامل إيه وأخبارك إيه؟ إزاي الزفت ومش طيق نفسي كمان عارفة يا حبيبي، وأكيد عندك حق، أنا بصراحة مش عارفة، مش عارفة إزاي إنت سايب ويشتغل معاك في الشغل الغد دلوقت يعني واحد كان بيبص على مراتك، ويحط إيده عليها، وكمان سايبه معاك في الشركة، أكيد ده هيسرقك والله، والأكيد دلوقت طبعا إنه هو راح عاعد في الشقة اللي هناك، اللي مكتوبة بإسمك برضه آه طبعا، الزمان قاعد فيه، هو هتلقى حيوعد فين يعني؟ مش زي مكتوبة بإسمك يا حبيبي؟ أيو، أبويا كاتبها لي بإسمي من زمان خلاص، اترده منه، وخليه يمشي، وواحد زي ده ما يستحقش أبدا ياخد أي حاجة من خيرك بس هيوعد بس فين، هو ملوش مكان يوعد فيه يعني إنت يا حبيبي، خلصك، إنه هو يدوس على شرفك، وإنت تسيبه كده يعني، يعني يبقى عينه على أمراتك، ومش أعمل حساب لوجودك، وإنت تسايبه كمان في الشركة أو في البيت بتاعك إنت عندك حق، أنا لازم أمشي من الشقة، ومش شركة كمان أيوة طبعا يا حبيبي، لازم تعمل كده، ودلوقتي حلن كمان أيوة، أنا لازم أمشي، ومشي من الدنيا كلها رايح فيني يا حبيبي؟ رايح للزفت ده الشقة، عشان يسيب الشقة ويمشي بقى ويغور في الستين دهية طب خلي بالك من نفسك يا حبيبي، عشان خطري، إن شاء الله تروح ما ترجع إنت كمان، يلا غور وطبك وعرف نعم، لسه عندك كلام عايز تقولهولي كمان، غير القلم اللي إنت داتوني عندك في البيت؟ آه، عايزك تطلع بره البيت ده، البيت ده مكتوب بإسمي، مش عايز أشوفك في الشقة خالص، ولا عندي في الشركة، غور في ستين دهية طبعا، طبعا مراتك الست سارة، حفظتك الكلام ده كله، وشحنتك ضدي، وإنت جاي دلوقتي تبخ السم اللي هي الدتهولك أنا حر أنا ومراتي، ومش عايزك تجيب سريطة تاني على لسانك، سمع يا كالب انت؟ طب خد خد، اسمع بس كده الحوار ده، وبعد كده بقولي، إيه رأيك بقى، امسك، امسك الموبايل ده واسمع أخوك، أخوك ده زي الختم في صباعي، أنا اللي بمشيه وأنا اللي حركه، والشركة، والشقة، وكل حاجة يملكها، مفروض دي تبقى بتاعتي ومن حق وكان لازم أعمل معاك كده، عشان ما تاخدش أي حاجة مش بتاعتك، دي بتاعت جوزي اللي هي بتاعتي أنا ها، صدقت أخوك، والله برضو ريتسم صدق مراتك، اللي بتضحك عليك، وعايزة تمشيك زي ما هي عايزة، عشان عايزة تاخد منك كل حاجة أنا عمري، عمري ما أعمل كده معاك، ولا أعمل كده مع مراتك أنا مش عارف عملت كده معاك ازاي، أنا آسف، آسف، بس انت لو حطيت نفسك مكاني، هتلاقيك بتعمل ازاي بالظبط، غصبا عني، غصبا عن اللي عملته معاك أنا زعلان منك، بس على قد ما أنا زعلان منك، أنا عزرك برضو، لأن مراتك دي عملة زي الشيطان بالظبط ماشي، أنا آسف، وياريت تخليك في البيت، وترجع في الشركة زي ما أنت، وتنسى كل الكلام اللي أنا قلته لك ماشي، ماشي يا علاء، بس كان عندي أمل إن انت ما تصدقهاش أوي كده بسرعة، وتيجي على أخوك، اللي من لحمك ودمك، وعمره ما يخونك أبدا ما عليش عزرني يا أخوي، عزرني، الوضع اللي أنا كنت فيه كان صعب، وما كنتش عارف الصرف إزاي، سامحني ماشي يا علاء، ماشي هاي يا حبيبي، أعملت إيه؟ طاردت برا البيت، ومشيته من الشركة خلاص؟ لا، لا للأسف، سمعني يا أختي، سمعني يا أختي الكلام اللي كنت بتتكلمي معاه، وكان بيسجل لك كل حاجة، عشانك عبيطة انت بتقول ايه؟ كلام ايه اللي انت سمعته ده؟ سمعت كل الكلام، بقى انت رحت له الشقة النهاردة، وراحت هديديه كمان في بيته ده 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 أكيد بيضحك عليك، انت عارفني، انا هادحك عليك لإيه؟ بس 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 بقى خلاص كفاية بقى، ما سمعت كل حاجة بودان وكل حاجة اتكشفت، بقى أنا زل ختم في أصباعك، وحكت تعب وشقايا، المفروض تبقى حكتك، وبكلمة بتوديني وتجبيني، لا ان شاء الله، عيل في ايديك ولا عيل؟ صدق بالله، انا زي ما جبتك من الشارع، هرميكي برضو في الشارع، دقيقتين، مش عايزة شوف وشك في البيت، وتطلع زي ما انت كده، كل حاجتك طبعا والهدوم والكلام ده كل اللي عندك دلوقتي، انا كنت جايبهولك عشان نوغدك من الشارع، وانت عارفة الكلام ده، وزي ما كبرتك وعليتك هرميكي تاني، يلا بقى غرب ستين دهية ومعادش عايزة شوف وشك تاني، انت عايزة توقع مبينة وبين اخويا؟ لا لا يا حبيبي، انا ما مقدرش، وانا هروح فين، انا مليش مكان تاني غيرك، اقاعد معاه، انت عارف، انا مليش اهل ولا ليه اي حد، ده ارجوك سمحني، ولو عايزنا روح ابوص على راسك، اهام اللي انت عايزة، بس ارجوك ما تسيبنيش، انا مليش حد ولا ليه مكان، انا هترمي في الشارع تاني والله يا ولا يلزم نعرف اتروحي فان ولا تيجي منين، انت طالق، 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 بالتلاتة عشان مش عايزك اشوفه في التاني ولا عايز المحك، في غرب ستين دهية ابوص رجلة، ابوص رجلك ما تسيبنيش، انا مليش مكان تاني اروح، انا انا اسف، انا انا بعترف ان انا كنت غلطان او طماع، بس ارجوك ما تسيبنيش، ما تسيبنيش والنبي علاء انا نزل تحت، خمس داي وهطلع تاني ملاكيش في البيت